زينب ضيفتنا الحالية رح تكون هي ابنة حلب أكيد يلي طبط اسمها بهي المدينة العريقة وأكيد طبط اسمها بالدراما الحلبية يعني لما تكون موجودة بأي عمل دائما بنشعر بسحر ودفء الأداء بسعدنا أكيد نرحب اليوم بالفنانة سلوة جميلة لنحكي اليوم ونضيء أكتر على مجمل أعمال وأكيد على الدراما الحلبية المميزة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم من حلب لسوريا كلها ولكن للعالم من حلب لكل العالم يسعد صباحك يعني نحن مبسوطين أنه أنت تكوني معنا لأول مرة بالصباحي من ذكرة التالتة بالتحرير حلب خلينا نحكي شوي عن الأعمال الدرامية اللي شاركتي فيها العنوان الأبرز كان بـ 2019 روزانا خلينا شوي نحكي عنه كمان مسلسل روزانا كان مسلسل حلبي بامتياز طبعا الشكر الكبير للكاتب الرائع جورج عربجي قال له صباح الخير قال له صباح الخير من حلب إلى دمشق كمان المخرج عرف الطويل ومؤسس السينما يعني الحقيقة قدم مسلسل رائع جدا حكيت عن حلب بكل أمانة عن المرأة الحلبية عن الرجل الحلبي اللي عنده مصانع والتاجر الحلبي أي أن كان يعني أو أي حدا من حلبية يعني حكيت عنه أنه هو رجل متفاني وبيحب سورته وللآخر دقيقة صمار والأم السورية الحلبية يعني كانت نسال للنساء والأمهات كلهم يعني نحن لما نحكي عن الدراما السورية فيه الدراما الشامية فيه كمان الدراما الحلبية فيه مسلسلات مثل خان الحرير زكرناها من شوي وعينا عليها خلنا نحكي عن أهمية وجود اليوم الدراما الحلبية يمكن شوي أكيد مثل كل القطاعات بسوريا تأثرت خلنا نحكي عن الدراما الحلبية كيف تشوف فيها اليوم الدراما الحلبية يمكن قلت شوي ولكن صدقيني يعني رغم قلتها تأثيرها كتير كتير قوية عن المشاهد يعني أنا في عندي أصدقاء كتير البلدان العربية الشقيقة بلبنان بقدم لها تحية للبنان الحلوة الغالية بالعراق بالخليج بكل الأماكن عنا أصدقاء فيستنوا المسلسل الحلبي على فكرة يعني وخاصة باللهجة الحلبية والقصص الحلبية حلب بدك تقولي عنا أنه هي قصة إلى قواعد خاصة إلى تقاليد خاصة تفاصيل مميزين مملائية حتى يمكن كبيئة هي كمان هيك خصوصية معينة مثل ما قلنا وبكل بيت في حكاية يعني خاصة هلأ يمكن بعد السنوات الصعبة اللي مرأت على حلب وعلى سوريا بشكل عام يمكن في كتير قصص صارتها ليش ما عم تتخدم بالفن؟ ليه ما في فكر لا تتخدم بالفن أو المسرح؟ حلأ حركة المسرح حركة بحلب يعني قائمة وقوية جدا وفي مهرجالات كتير عم بتصير مشكورين جدا اللي قائمين على هذا الموضوع بس هو نحن منحكي كدراما كمسلسلات أو أفلام يمكن قلة التقنيات والمسافة البعد ما بين العاصمة وحلب وهلأ فيه أفكار وفيه أشياء جديدة هلأ نحن عم نحاول أنه طبعا تعاونا شكرا لمدير إدارة الإنتاج بمؤسس السينما وتلفزيون فيه هلأ تعاون إن شاء الله جديد بدي يكون مشان موضوع التراث الحلبية والمسلسلات الحلبية حتى ترجع تنتعش يعني هلأ هي اتأثرت مثل ما أي شيء اتأثر يعني طبيعي طبيعي هذا الموضوع ولكن صدقيني رغم قلتها كانت حلوة كتير كتير وتركت بصمة وأسعار كتير كتير وهي مهمة يمكن حتى بتوثيق التراث الحلبية وحتى اللهجة الحلبية كل تفاصيل حلب نحن منلاقية بقلب المسلسلات الحلبية التفاصيل هاي كلها يعتبت اجتمع من خلال حبكات درامية يعني ما منقدر بلا هاي التفاصيل لأنه هاي هوية حلب يعني أكيد خلينا نحكي لك عن هل في شي جديد عم تشتغل عليه في عروض جديدة يمكن في مشاركات جديدة يمكن انعرضت عليكي هاي هلا في عروض كتيرة يعني بس أنا طبيعتي معروف عني أني أنا مقلة بهذا الموضوع لأجل الخيارات انتقائية هاي الانتقائية الحقيقة يعني أنا ما بحب يعني بدي بدي حط هويتي أنا كمان في في أي عمل بدي يقوم في في هلأ مؤخرا عملنا مع أستاذ باسي الخطيب كمان بقول له صباح الخير كان حلب من فترة كمان جروب تصوير مع أستاذ باسي الخطيب وكان مسلسل اسمه قارس القدس صحيح إن شاء الله هلأ عمضان رحينا مطران كبوتشي كلنا منتظرينه وسلسل رائع جدا جدا الحقيقة لحياة المطران الله يرحمه كبوتشي هذا اللي الملقب بحارس القدس أكيد يعني لو احنا لما نقول له سلوة جميل دائما إلنا بنت حلاب والفنانة الأصيلة والعريقة وكمان الصوت الحلو اللي دائما بتستخدمه بالمسلسلات ما بعرف أنا حاب بسمع منك شي سريعا عن روزانة لو كونها هاي الغنياتية يمكن بالمسلسل إذا الصبح بتسمعينا هيك الشي دي تصبيحها للمشاهدين عروزانة عروزانة كل الحلا فيها وش عملت الروزانة الله يجازيها يا رايحين لحالة حبيه معكم راح يا محملين العينة تحت العينة بتفاح كل مين وليفوا معه وانا وليف راح يا ربي ناسم هوا يردل ويلفليا الله شاء تصبيحها لحلوة خلينا كمان نحكي عن يمكن كيف رضاكي أو كيف تشوفي يمكن حركة الفن والمسرح بحلب كونك يعني من عمدة الفن والدراما خلينا نحكي يمكن في هلق بها الكام يوم كمان تكريم بنقابة الفنانين لبعض الممثلين ونعرف ادي فيها ممثلين قديرين حلب يعني فيها كتير منتذكر هيك مطبوعين حوزونا قامات فنية كبيرة فخلينا نحكي كمان عن موضوع التكريمات والنشاطات اللي الفنية بحلب هلا من فترة كان في مهرجان لنقابة الفنانين مهرجان مسرحي أقدموا فيها عدة مسرحيات ختام المهرجان كان مسرحية أنا شاركت فيها من بطولتي وبطولة الزميل الفنان سمير الطويل والصديقة الزميلة الحبيبة سوسنالي بقل لهم صباح الخير من إخراج وإعداد وإخراج الدكتور وانيس بندك الدكتور وانيس بندك طبعا نحن نفتخر فيه وجوده هو حلبي يعني هو كاتب رائع جدا جدا وناقد ومخرج مسرحي يعني عظيم نعم اسم المسرحية هي اقتلني يا روحي طبعا بعيدة عن كل شيء إلى علاقة بالسياسة وأي مشاكل وكذا نحن حبينا نرسم الإبتسامة على وجه الناس وحسينا فيها فعلا الضحكة إنه طلعت من القلب المسرح أنا بعتبره بيت بيت بيجوا هالناس كله ياتم نستضيفهم نستضيفهم في بيتنا ومنقلهم أهلا وسهلا ومنتحاكا ومنتحاكا ونأخدوا منعطي بالأحاديث إلا كانت مشاكل وإلا كانت أشياء اجتماعية بس ما معقول يعني الضيف يجي لعندك وما ترسمي الإبتسامة على وجهه ناكي طبعا فنحن كان كتير يعني حبيت إني أنا نحن كنا كرماء مع هذول الضيوف وهلا العروض بالمكتبة الوطنية مستمرة لحدا مستمرة إن شاء الله طبعا بمحبة الناس وحضور رائع جدا جدا على فكرة والعمل صدى كتير كتير حلو كان ختام المهرجان وكان فيه تكريم رائع جدا جدا مشكورين نقابة الفنانين مشكور طبعا صديقي ونخيبنا زهير رمضان على هذا الاهتمام الرائع منه لمدينة حلب ولفنانين حلب شكرا إلك حسوا إنه هنين يعني بعد كل هالوقت هذا إنه عم بيتكرموا أكيد وبينحكى عنهم وبأعمالهم فهذا شعوره حلو كتير طبعا أكيد يعني زينب حلب بتستاهل أكيد وفنانين أكيد بيستاهلوا بننشكرك كتير لوجودك معنا اليوم ولا هلت الصبيحة المميزة نورتي صباحنا لليوم الفناني القديرة سلوى جميل شكرا كتير إليك حبيبة قلبي نورتوني ونورته حلب نورته بنورين سوريا كلها ياتا أنا بقول صباح الخير للكل رح نودع سنة ورح نستقبل سنة جديدة أكيد إن شاء الله كل عام وأنتي بألف خير وأنتو بألف خير يا رب شكرا لوجودك معنا